مرحب بحضراتكم مرة أخرى في رأي عام مبارح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية منطقة صور مجرى العيون اللي موجود فيها المدابغ وأيضا تطورات مشروع مدينة الجلود في الروبيكي اجتماع حضر وزير التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة وممثلون لعدد من الجهات المعنية خلال الاجتماع تم إعلان الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لمدينة الجلود بالروبيكي بالكامل وبدأ عمل عدد كبير من منشأتها بالفعل المهندس شريف إسماعيل ناقش موقف إخلاء وهدم المدابغ القديمة بمنطقة صور مجرى العيون وأصدر تعليمات بالإسراع في تنفيذ عمليات الإخلاء والبدء في تنفيذ مقترحات تطوير المنطقة نتساءل في هذه الفقرة هل انتهت مشكلات نقل المدابغ التي عرقلت هذا المشروع لسنوات عديدة هل بدأ العمل وبدأت الحياة بشكل طبيعي في المدينة الجديدة ما هو حال مدينة الروبيكي الآن أسئلة عديدة حول هذه القضية يسعدني أن أناقشها مع ضيفي الكريمين في الأستوديو المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة مسؤول عن مشروع مدينة الروبيكي أهلا بحضر لك بش مهندس أهلا بيك بل نائب الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الأديمة أهلا بحضر لك الست نائب أهلا يا أستاذ عمر أهلا بكل مشاهدي طيب قبل ما نبدأ الحوار خلونا نشوف هذا التقرير من داخل مدينة الروبيكي نقلة كبيرة من المنتظر أن تشهدها صناعة الجلود في مصر بعد إنشاء مدينة الروبيكي للجلود التي تعد واحدة من المشروعات الصناعية التي أطلقتها الدولة بعد تعثر دام 17 عاما لتنتهي منه الدولة ويتم تنفيذه في وقت قياسي ف90% من مدابغ الجلود القديمة بسور مجرى العيون انتقلت إلى مدينة الروبيكي التي ستصبح مركزا عالميا لصناعتي ودباغتي الكلود لا الفرق هنا فرق شزع جدا 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 التوسع هناك الرأسي وكان فيه مكان كتير ما كناش عارفين نجيبه لأن المكان دايق والظروف اللي هناك ما كنتش بساعدنا أن نجيب مكان جديد ولا نزود التقر الإنتاجية بتاعتنا إنما هنا المكان واسع وفي الحكومة ساعدتنا في المكان وفي الإنشاءات وفي الصب الأرضية وفي الهنجر يعني ده كل ده وفرنانا حاجات كتير جدا فلوس اللي احنا وفرناهم الإنشاءات جبنا بها مكان جديد الوضع يعني هنا ما كناش يعني نحلم إن إحنا يبقى عندنا مدابغ بهذا التصور يعني طبعا إحنا عندنا هنا مساحات باقي كافية نقدر نطور نقدر 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 فدي حاجة كويسة يعني وبالنسبة لهناك طبعا يعني كل الناس عارفة وطلع قبل كده كذا مرة في التلفزيون لا وجه للمقرر يعني رغم ما تمتاز به المدينة من إمكانات فإن العاملين بها يواجهون بعض المشكلات التي يأتي في مقدمتها الإسكان والمواصلات مما دفع أصحاب المصانع إلى توفير وسائل نقل لعمالهم المواصلات الحكومة مش موفرة لنا لأوتوبيسين بس وهنا بالنسبة للعمالة الناس كتيرة جدا تزيد عن 20 ألف واحد فكل صاحب شركة لكل صاحب مدبغة بيجيب لنفسه أوتوبيسات فده بتوفر لنا أننا مثلا فيه إنتاجية إحنا ممكن نتأخر إحنا ملاقيش مواصلات نروح لأن هنا النقل العام بيمشي على الساعة 3.5 إحنا ممكن نقعد لغاية 6 أو 7 والله على المشاكل الحاجة الأساسية معنا المواصلات بالنسبة سكنة كان موجود في مصر الهديمة فبنيجي يعتبر ساعة ونص أو ساعتين في المروح وفي المجاين فبتتعب بالعامل مع زيادة اللي العامل مطلوب منه اللي هو يزود في الإنتاج فديك بتعمل مع إرهاج زيادة على اللازم وزارة الإسكان من جهتها أطلقت مشروعا للإسكان الاجتماعي في منطقة روبيكي بعدد 1240 وحدة سكنية من بينها 1008 وحدات سكنية مخصصة للعاملين بمدينة الجلود بالروبيكي المشروع ده عبارة عن إسكان اجتماعي تابع لوزارة الإسكان الاشراف علي من الهية لاندسل القوات المسلحة مشروع إنشاء 1240 عمارة جاري التشتيف فيهم وتسلمهم وتم بالفعل الانتهاء من 42 عمارة بإجمالي وحدات 1008 وحدة موقف الميكروباس الأقرب إلى مدينة روبيكي هو موقف بدر الذي يبعد عن المدينة برحو أربعة كيلومترات لتكون وسيلة النقل الأسرع هي الميكروباس من مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان والعكس أولا جاي من القاهرة اللي جاي من القاهرة بيجي ينزل بدر بيركب من السلام مدينة بدر بيجي هنا يركب معانا مدينة العاشر من رمضان ينزل مدينة الجلود مدينة الجلود بعد المزلقان بين العاشر وبين بدر يجب نص الطريق لازم يركب معانا العاشر من المنتظر أن يتم تسليم نحو خمسمائة مصنع بالترخيص الشهر المقبل كما سيتم تجهيز أربعة آلاف وأربعمائة مصنع جديد سيتم منحها الترخيص في مارس 2019 تأتي هذه المشروعات في ظل حرص الحكومة على توفير بدائل لائقة للتجمعات الصناعية العشوائية مما سيلعب دورا فاعلا في ازدهار تلك الصناعات في مصر طيب بعد ما شفنا هذا التقرير يمكن السؤال الأول اللي أتوجه به المهندس ياسر نبدأ من ابتماع رئيس الوزراء اللي أعلن خلاله انتهاء تسكين المرحلة الأولى كم ورشة بتشملها هذه المرحلة الأولى؟ هو مش كام ورشة الحقيقة هو كام مصنع لأن كلمة ورشة دي بتبقى شوية آه بتبقى مجازا يعني مجازا بتبقى ضعيفة إنما هم تقدر تقول احنا عندنا حوالي 1066 مستثمر كل مستثمر من المستثمرين دول ليهم مساحات معينة في مجرى العيون المساحات دي هم الحكومة بتعوضهم المساحة اللي موجودة في مجرى العيون زيها في مدينة الروبيكة بس طبعا بنديهم مساحات أكبر شوية نتيجة لحاجتين الحاجة الأولانية إن المساحات بتاعتهم اللي موجودة بتبقى مثلا ألف متر إنما أقرب وحدة انتاجية موجودة في الروبيكة ألف ومتين مثلا ألف ومتين وخمسين متر فإحنا بنسكنهم في الالف بمتين وخمسين متر وهم بيدفعوا الفلوس الفرق زي ما سيادة رئيس الوزراء تفضل وعملهم المتر بألفين جنيه الدولة الحقيقة بتصرف مبالغ كبيرة جدا جدا علشان خاطر ترفق وتبني وتبني لهم الأواعد الخرصانة بتاعتهم بالكامل بتاعت المكان وكمان بتنقلهم المكان وتركبه في مكان وزي ما التقرير أشار من السادة أصحاب المصانع دي الحقيقة المبالغ اللي بتصرفها الدولة مبالغ كبيرة جدا علشان تقدر تريع الناس وتقدر تكبر الصناعة وتطورها بشكل كبير حضورة التجاهرة والصناعة عملت مجهود كبير جدا علشان خاطر تحصر الناس دي كلها وتنقلهم بالكامل إلى منطقة روبيكي المدينة المتكاملة للصناعة عدد الناس اللي اتناقلت النهاردة تقدر حضرتك تقول أكتر من ستين سبعين في المية من الناس انتقلوا بالفعل احنا سكننا مية في المية من الجاري سكنتوا بمعنى ايه؟ يعني مية في المية من الملفات اللي تقدمت لها الأصحاب المصانع في مجرى العيون تم تسكنها بالكامل في المرحلة الأولى من روبيكي إنما يمكن التأخير شوية أو مش هذا سميه التأخير يعني البروجرس بتاع المشروع ماشي إن احنا علشان خاطر المصنعين بيقدمونا رسمات المطلوبة علشان نقدر نبني أواعد المكان في المصانع دي بتاخد مننا وقت شوية وتقدر حضرتك تقول احنا نقلنا حوالي ستين سبعين في المية بالفعل في مجرى العيون الأهم ما عليش يعني نقطة مهمة إن أكتر من تسعين في المية من القوى الانتاجية اللي موجودة في مجرى العيون النهاردة هي موجودة في روبيكي النهاردة هي بتنتج في روبيكي النهاردة هي بتصدى في روبيكي طيب جميل جدا يعني أنا يمكن من سنتين رحت المنطقة دي وعملنا يعني تحقيق تلفزيوني ست النائب وكان يعني في ناس كتير بتشتكي ده الكلام ده من سنتين مش عارف دلوقتي حضرتك نائب عن المنطقة نائب عن مصر القديمة الدنيا عاملة زي في مجرى العيون دلوقتي احنا فعلا ما زالت الناس بتشتكي من الوضع القائم اللي هو اللي احنا بننقل فيه بقى دلوقتي ده كان حلم عندنا من زمان كلنا من حقنا ان احنا نحلم بيه ومن حقنا ان احنا ننقل من حق الدولة اللي عندها صناعة قوية من حق أصحاب المصانع ان هم يطوروا من نفسهم من مصانعهم من حق المواطنين اللي شغالين في الصناعة دي ان هم يرفعوا من مستواهم سواء المستوى المعيشي او المستوى المهني علشان نقدر ننافذ بالمنتج بتاعنا في اي اسواق داخلية او خارجية المجهود المعمول اتطفق مع ياسر به انه مجهود ممتاز ورائع والدولة فعلا صرفة ومكلفة ومقططة ومنفذة وعملة مشروع ربيكي مشروع رائع ولكن عندنا بعض السلبيات على ارض الواقع الناس بتشتكي منها زي اللي اسمعنا في التقرير سيادة الاسكان والمواصلات ده في التقرير ده مشاكل الناس اللي نقلت في عندنا مشاكل ناس ما نقلتش نحن هناخد ده واحدة واحدة هناخد واحدة وواحدة طيب المشاكل الناس اللي نقلت دلوقتي يمكن حضرتك وصلتك يعني بشكل ربما يعني اكتر شوية من اللي التقرير ولا زي اللي في التقرير عندنا بعض المشاكل حضرتك يعني زي مياسر بيبي يقول احنا نقلنا الى اقرب موديول اللي عنده الف متر ادينا له الف ومتين متر ولكن عندنا ناس كتير مثلا عندهم ميت متر ومية وخمسين متر المديول الاقرب ليهم ممكن يكون متين وشوية بس احنا بننقل علشان نطور الصناعة فما فيش ما يمنع ان انت ترفع له كمان من المساحة المخصصة ليه علشان يقدر يجيب مكان ويقدر يطور نفسه مش هناخد الارض دي ببلاش مش هناخد المساحة دي ببلاش ولكن ادينا تسهيلات دخلنا في المبادرة الخمسة في المية وهكذا نقوم نقدر ان احنا نساهم في الصناعة بشكل اكبر تسهيلات حضرتك دي مبادرة بفايدة مخفضة بشروط معينة علشان نقدر نساهم في الصناعة ونرفع من الناتج القومي للبلد كويس يمكن المهندس ياصر عايز يرد على النقطة هو طبعا دائما حالك تفضلت كده احنا الاستراتيجية الرئيسية في وزارة التجارة والصناعة هي تنمية الصناعة بشكل اكبر ولكن في الاول العيش ابي جاتو يعني ايه؟ يعني الاول انا مطلوب مني ان انا ننقل الناس اللي بتشتغل في مجرى العيون بالكامل الى الروبيكي يبقى انا في الاول لازم احقق طلبات الناس اللي موجودة في مجرى العيون بالكامل وزيادة شوية على المساحات المساحات الاكسترا اللي هو محمد بي بيتكلم عنها دي معمول حسابها في المرحلة التانية لمشروع الروبيكي اللي احنا بالفعل تقريبا انتهينا من ترفيق المرحلة التانية اللي معمولة اساسا عشان حكتين التوسعات اللي بيتكلم عليها محمد بي العقد والصناعات التكملية اللي مش موجودة خالص في مصر وبالفعل وزارة التجارة والصناعة عملت مزايدة على قطع اراضي في المرحلة التانية ولكن مش بنفس طبعا الاسعار والتسهيلات اللي احنا عملناها في المرحلة الاولى مرحلة التانية اغلى لا هي مش موضوع اغلى احنا بنبحها من غير بقى الدعم الكبير جدا اللي قدمته الدولة بنعملها يعني طرحناها بالاسعار اسعار التكلفة والاسعار التكلفة فقط انما مع الاسف الشديد محدش تقدم لهذه المزايدة يبقى اللي عايز يكبر مصنعه للضعف او للتلات اضعاف زي ما محمد بي بيقول كان من باب اولى انه يتقدم لهذه المزايدة اللي نزلت اللي ما تقدم لها شحد دي جزئية الجزئية التانية اللي محمد بي اشار اليها وهو التسهيلات اللي معمولة بمبادرة السيد الرئيس 5% وال7% دي مفعالة بالفعل مع كل المستثمرين وانا مستغرب ان حضرتك بتقول كده لانها احنا ماضيين بروتوكول مع البنك الاهلي وبنك مصر وبنك خطر الاهلي بالخمسة في المية وسبعة في المية وجميع المستثمرين بيستفيدوا دلوقتي من هذه المبادرة وبيشتروا مكان جديد بكميات كبيرة جدا يعني انا قدر اقول لحضرتك ان الواحد ضاعف حجم الماكينات اللي عنده في المصنع بتاهم نتيجة تحولهم طبعا من مساحات صويرة رأسية الى مساحات كبيرة وفقية وطبعا المساحات زادت بشكل كبير جدا انا بحب دايما بعد اذن حضرتك ارد بالارقام احنا قدمنا لدولة رئيس الوزراء مبارح في الاجتماع تقرير مهم جدا احنا حسبنا كوزارة تجارة والصناعة متوسطات الصادرات في الشهر خلال 2017 اللي تمت من مجرى العيون وقدمنا الصادرات اللي تمت في شهر فبراير اللي فات واحنا الحمد لله محققين وان بوينت وان او واحد واحد من عشرة زيادة وهم لسه بيسخنوا لسه بي يعني لسه بدأ الانتاج في بدايته اه اقدر اطمن حضرتك واطمن الناس ان اذا كان جمهورية مصر العربية بتصدر بحوالي مئة وعشين لمئة وخمسين مليون دولار في السنة ده متوسط التصدير الجلود انا اقدر بكل اريحية اقول لحضرتك ان خلال 2018 بسمنتها السهولة هنوصل 300 مليون دولار وعلى فكرة ده مش طموحنا احنا طموحنا اكبر من كده بكتير قوي الضعفة في رزارة التجارة والصناعة بإذن الله وهقول لحضرتك ازاي طيب جميل جدا طب انا عايز ارد على النقطة بس اللي سيادته اثارها هو جميل ان تبقى المبادرة موجودة للمستثمرين بس سيادته ممكن يكون بيكلم على مستثمر حجم اعماله كبير انا اللي يهمني في المرحلة دي المستثمر الصغير المستثمر الصغير عندنا مستثمرين صغيرين ما عندهمش دراية بالمواضيع دي ما تنطبقش عليهم شروط المبادرة بوضوح بس عايزين يشتغلوا فاحنا عايزين نسهلهم الدنيا عشان يقدروا يشتغلوا في المرحلة الاولى مش المرحلة التانية خليني حضرتك اخدت ميت متر في المرحلة الاولى انا كان عندي ميت متر واخدت مية او مية وخمسين مش منطقي اخد هنا في الحتة دي مية وخمسين متر وتيجي تديني ميتين متر بعدها بكيلو او باتنين كيلو او بثلاثة كيلو انا عايز يبقى مجودي كله في حتة واحدة علشان اقدر اشتغل وتبقى نفقات التشغيل بتاعتي مش عالية وقدر اطلع منتج سعر مناسب اقدر انافس به في الاسواق الداخلية والخارجية طب ما هو ده يعني اللي حضرتك بتقوله دلوقتي هو يبدو عادل يعني عادل شيء منطقي وعادل لكن هل ممكن تحقيقه مع ناس قريدي يعني خلاص اخرت يعني مساحات وبدأت شغل وعايز اتكبر ما هو يعني انا مش بتكلم بلسان الوزارة ولا الحكومة ولكن يعني بحاول افهم ايه هي امكانية تحقيق اللي حضرتك بتقوله ما هو يا فندم احنا عندنا المساحات كان ممكن يتم تخطيطها بهذا الشأن لو تم حصر لطلبات الناس واعطاهم الاولوية حاويت بتكلم عن المرحلة الاولى المرحلة الاولى او تبقى في نفس المرحلة بحيث يوم ما يبقى ليهم الاولوية عن اي مستثمر جاي من برة انا قدي الاول الاولوية للناس اللي موجودة عندي فعلا طيب وبعد كده يبقى الاولوية التانية للناس اللي من برة الصناعة او من برة المنطقة أو ما كانش ليهم في مجرى العيون اللي هي دا يريد تفضل يا بشمانسي لو سمحت لي أنا بس هرد على محمد بيل عقاد على نقطة نقطة من اللي هو أسرة أولا المبادرة بتاعة الخمسة والسبعة في المية لا تنطبق على الكبار لأن المبادرة بتاعة الخمسة والسبعة في المية محددة حد أقصى للريفنيو بتاع المصنع أو يعني للعائد أو الحجم المبيعات بتاعة المستثم الخمسة والسبعة في المية منطبقة فقط على الصغيرين وليس ما ينفعش تنطبق على الكبار دا الجزئية الأولينية بتاعة التسهيلات البنكية اللي حضرتك بتتكلم عليها وننطبقش خلص على الكبار وما ينفعش تنطبق على الكبار الصغير الكبير دا مسألة نسبية برضو يعني ممكن صغير بالنسبة لحضرتك يبقى الصغير بالنسبة لموجود على أرض الواقع حدود البنك المركزي اللي وضحها البنك المركزي واحنا متطبعينها وبالعكس حضرتك لما تشوف الحدود دي هتلاقيها أقل بكتير قوي من الصغيرين يعني أي واحد صغير هتلاقي احتمالية أنه هو ياخد القرض اللي 5% دي أكبر بكتير جدا من أي حد تاني من الكبار اللي حضرتك بتتكلم عليه دي جزئية بتاعة التسهيلات البنكية اللي احنا وفرناها لهم وأعلنها وأعلنها في مجرى العيون بشكل كبير بل مش كده وبس ده احنا عملنا كمان جوه الروبيكي فرع البنك مصر وجوه الروبيكي فرع البنك الأهل المصري وفيه تواصل مستمر ما بين البنكين دول والمستثمرين الصغيرين اللي موجودين في مجرى العيون واللي موجودين في الروبيكي علشان يعمل لهم التسهيلات الكاملة للقروض اللي بيها بـ 5% و 7% أما بالنسبة للمساحات اللي حضرتك بتقول عليها أنا زي ما قلت لحضرتك أنا كوزير التجارة واصناعة الحمد لله رب العالمين نجحنا بأن احنا ننقل جميع العاملين في مجرى العيون بمساحات أكبر من مساحاتهم في المرحلة الأولى بالكامل وتاني احنا مخصصين المرحلة التانية لأي حد عايز يتوسع النقطة الثالثة اللي حضرتك أصرتها إن إزاي المصانع تتجزأ ناس كتيرة جدا من الناس اللي بتشتغل في الروبيكي كان طلبهم الأولاني إن هم يجزأوا مصانعهم حتى لو عندهم مساحة كبيرة لأن أسلوب الصناعة في صناعة الجلود بتتطلب إن فيه بقى ورش كتيرة مختلفة عن بعضها يعني الحلاقة الأول وبعدين حضرتك طبعا أدرى مني لأن حضرتك النايب بتاعهم فأسلوب الصناعة نفسه بيسمح باستقطاعات في المصانع بشكل كبير طيب اسمحوا لي قبل ما أقول أو أطرح السؤال التالي أهني جماهية ربنادي للأهل المصري من أهلاوي فيكم أنا مش أهلاوي ولا أنا بشجع المنتهي يا جماعة يعني باختصار كده الأهلي فاس بالدوري يعني المرر الأربعين في تاريخه حاجة الواحد يعني ملل من كتر ما كل سنة لوحديسية أنه الأهلي خاد الدوري ألف مبروك طبعا لجماهير النتي الأهلي بطل الدوري للمرة الأربعين في تاريخه للمرة التالتة على التوالي يعني الدوري متهالي بقيله كم يا جماعة طبعا كانوا أخذوا من زمانا آه بس النهار دا رسميا خلاص يعني يلا مش مشكلة طيب فيه نقطة رئيسية حضرتك بقى في موضوع المدابغ موضوع المستأجرين ياسر بيه مشكورا زكر رقم 1066 مستثمر وده رقم حقيقي ده رقم الملاك اللي عندهم استثمارات ولكن طبعا على الواقع كل مالك بيمتلك مدبغة ممكن يكون بيأجرها من الباطن لخمس أو ستة أو سبعة أو تمن مستأجرين شغالين جوه مدبغته المستأجرين دول عصى بالصناعة فعلا فالمالك مش شغال بالصناعة المستأجر هو اللي شغال كل مستأجر من دول لما بدأنا في 2007 وانا ما بنكرش ان اللجنة عملت مجهود جبار يعني بقالنا 11 سنة النهاردة اللجنة شغالة وبتحصر وبتراجع مش معنى ان نحب نتكلم في بعض السلبيات ان اللجنة شغالها مش كويس انا حب اوضح النقطة دي لا اللجنة اشتغلت لماذا استمرت يعني ولكن استمرت تعصر ده 15 سنة تقريبا لا لظروف الدولة في الفترة يعني ظروف كتير كان عمها ان الدولة في الفترة اللي فاتت والاحداث اللي مرنا بيها دي كلها اثرت على كل حاجة في الدولة ده الحقيقة انا عايز اكمل بس موضوع المستأجرين الاراضة السياسية هي اللي كانت غائبة الاساس في نجاح مشروع الروبيكي ده دلوقتي دلوقتي يا فان انما خلال السنوات اللي فاتت دي كلها ما كانش فيه اراضة قوية وبرضو لازم طبعا نحسب لوزارة التجارة والصناعة ان خلال سنتين فقط قدرت انها تبني الروبيكي بهذا المنظر اللي حالتك شفته وقدرت انها تنجح انها تنجح الى المصانع بالشكل يا لولا الاراضة السياسية اللي موجودة دلوقتي الادارة السياسية الحمد لله في عاجات كتير جدا نتعامل وذو احنا شايفينها على ارض الواقع طب انتو خلاص يعني كحكومة وكوزارة صناعة اتفقتوا مع كل اصحاب المدابر اصحاب المدابر اصحاب شو بعد ذلك بتقول ايه اصحاب المدابر انا ليهمني العمال اللي شغال والمستأجرين المهاردة المستأجرين وضعوهم غير واضح كم عدد العاملين يعني تقريبا طبعا يعني في المدابر الاحصائيات دي اعتقد ياسر بيه ممكن بحصرها بدقة احنا منتكلم على حوالي خمسين ستين الف عامل انا بس احب اوضح حاجة مهمة جدا النهاردة النهاردة على ارض الواقع جميع العاملين اللي موجودين في مجر العيون بيتم نقلهم بالكامل بيشتغلوا في نفس المصانع لسبب واضح جدا اولا هذه الصناعة تخصصية جدا ومن المستحيل ومن الصعب ان اي صاحب مصنع يدور على عمال تانية في مكان تاني لان محدش مش حيلائي دي نقطة الاولانية نقطة تانية ان هو لما كبر الصناعة بتاعته وضعبها لما كان بتقلل حجم الماله لا يا فن لما هو كبر عدد الماكينات بتاعته عدد البراميل بتاعته النهاردة هو بيدور على عمال اخرين علشان يقدر يتناسب مع حجم الانتاج اللي بينتجه برضو لو سمحتيني هيرد على نقطة بتاعت محمد بيل عقادة على موضوع المستأجرين لان في ناس من المستأجرين دول ببساطة شديدة جدا زي ما بنقول كده ارزقجية ما معهمش ورق ما معهمش سجلات بس تشغالين فعلا عندوه سجل تجاري بس تشغال هل هزي الفئة تضررت تضررت طبعا لانه لما جاي ينقل ورق غير مكتمل ورق غير محقق للشروط طب انتوا اقتراحتكم ايه بقى كنواب احنا اقتراحتنا كنواب ان اللي شغال في الصنعة ينقل بطريقة ما ينقل يعني لو مستأجر ما يتعاملش زي المالك يتعامل بمبلغ اقل او بتعويض اقل والفرق ده ياخده كتمويل يقدر يكبر بيه صناعته يقدر يكبر بيه مهنته والدولة تقعب جنبه بمبادرة الخمسة في المية او السبعة في المية بس المهم يثبت انه شغال فعلا في هذا المجال كمستأجر الاثبات بقى يا اما بورق او من خلال الناس اللي بتنزل تشوف فعلا على الطبيعة من خلال الجن اللي بتنزل من خلال الواقع اللي موجود ودي امر اثباته سهل بس عايزين كل الناس تنقل وده حيفيد الصناعة وحيفيد البلد مهم مهم اول حاجة وهم حاجة لازم اقولها لحضرتك ان معالي ودير التجارة والصناعة اصدر اوامره لينا بان اي حد شغال في صناعة دباغة الجلود لابد ان يدل بما فيها المستأجرين كويس فدي استراتيجية احنا ماشينا عليها ولازم هننفذها ان شاء الله تاني حاجة برضو احب اقولها لحضرتك ان احنا جينا مجلس النواب واعدنا مع حضرتك واعدنا مع لجنة الصناعة بالكامل ودرسنا مشكلة المستأجرين وحضرتكم اللي حطيته الكريتيريا اللي على اساسها لنقل المستأجرين واللي حضرتك قلته ولجنة الصناعة اقرته هي دي المستندات اللي احنا هندور عليها علشان نلاقي عدد المستأجرين اللي بالمستندات اللي حضرتك طلبتها في لجنة الصناعة طب ارد على النقطة دي احنا حضرتك لما تناقشنا سيادتك قلت ان الدولة اتكلفت كتير وتحملت كتير وفي صعوبة ان احنا ندي المستأجرين اللي ملهمش اوراق او ما بيدفعوش الضرائب للدولة او او وبالتالي احنا اقترحنا كان على مرحلتين المرحلة الاولى الناس اللي بتحقق الشروط ياخدوا فورا دلوقتي وبعدين نبقى حلينا جزء ان المشكلة الجزء التاني بقى الناس اللي ما مهمش ورق بس شغالين فعلا في الصناعة هن هندور ازاي ننقلهم ونجيب لهم حق طيب انا استأذنكم بس يعني خلينا يعني نواصل النقاش للثاري ده لكن خليونا نروح لصور مجرى العيون احنا برضو زي ما رحنا الروبيكي ورحنا لصور مجرى العيون وعملنا تقرير نشوفه مع بعض ونرجع نكمل مع ضيفايا الكريمة لم تتهرب مدابغ مصر القديمة او المناطق المتخامة لصور مجرى العيون من النقل الى منطقة الروبيكي لكن المصنعين يواجهون هناك عددا من الصعاب احنا تعودنا علينا وبعدين بالنسبة للخشب ده مش الليله مكان هناك يعني هم طلعوا المحلات الكبيرة الناس اللي هي بقى مرتاحة مبسلوش بقى لشوقات خشب زي دول بطوع واحد وبنكل عليهم عيش الصانعين تشفى دي هاي دي صانعاتنا الوحيدة ففيه دي انقرد بالنسبة لهنك انقرد فاحنا طبعا مش بقالين المكان هناك وغيرنا وغيرنا يعني فيه اكتر من خمسة من تمانين في المئة هيتركنوا على هيتركنوا على الرف العاملون باليومية في هذه المنطقة من ساكن مصر القديمة وجوارها يواجهون مشكلات مختلفة هم ايضا ابرزها الانتقال صباحا الى الروبيكي لو احنا تنقلنا هناك هي مشكلتنا الأساسية الماية وغير كده المشوار المشوار بعيد انت بتجيب الصناعية بيبقى رايبين من هنا نص ساعة بكتير بتلاقي الصناعية موجود اما هناك عشان الصناعية ينزل من يروح الروبيكي بينزل من بيته الساعة خمسة الفجر عشان يلحقته بس هنا الساعة سبعة وقبل ما يروح يبقى الساعة تسعة تسعة ونص فبالحاش يعمل حاجة انا مش هقدر اروح لان المؤاخذة السن ما سمعش السن ما سمعش يروح وييجي هروح امت وييجي امت وبعدين احنا مؤاخذة شغالين مع الناس على قدهم عمال المدابغي ورثوا هذه المهنة عن الأجداد عبر مئة عام لكن وزير الصناعة كثيرا ما وجه بأهمية نقل هذه الأعمال الى منطقة الروبيكي استعدادا لتطوير منطقة مصر القديمة وسور مجرى العيون بما يتفق مع النسق الحضارية بشمان ساسل يعني من خلال اللي سمعناه من يعني بعض سكان الروبيكي وبعض العاملين في هذه المهنة في ناس رفضة الغاية الان انها تنتقل يعني يعني خلينا نقول الدولة الحكومة ما اقنعتهمش ازاي رفضة وازاي كل الناس عايزة مساحات أكبر انا معرفش حكاية ان كل الناس عايزة مساحات أكبر هل كل الناس عايزة مساحات أكبر ازاي رفضة وازاي كل الناس عايزة مساحات أكبر الناس اللي هتنقل وهم الغالبية العظمة اللي هم عايزين ينقلوا وهم الغالبية العظمة طلبين مساحات أكبر في بعض الناس ممكن تكون فعلا فكرها وثقافتها يعني زي السمك في الماء ما يقدرش يطلع من الحد تلوه هو فيها ولكن احنا عندنا معدلات التلوث في المنطقة دي وصلت إلى معدلات غير مصنوقة نتيجة هذه الصناعة وطريقة معالجة النفايات يعني غير متحقق فيها دلوقتي الحد الأدنى من السلام موضوع النقل ده موضوع أساسي وما بنتكلمش ننقل ولا لا هذا حلم لنا كلنا أن احنا ننقل طيب جميل جدا بس من خلال اللي احنا شفناه كيف يتم التعامل مع أصحاب هذا الرأي اللي هم الرافضين إزاي انتوا بتتعاملوا معهم كدو والله يا فندم احنا الكالتشر بتاعتنا المصريين بتبقى صعبة شوية أنه يسيب المكان مرتبط بالمكان المرتبط بالمكان حتى لو زي ما حدثتك شفت كده في الفيلم المكان هناك أسوأ من الفيلم بكتير يعني هم مدخلوش كواه لا أنا رحت وشفت أسوأ من كده بكتير يعني صحيا وبيئيا وإنسانيا وكل شيء سيبك مصطناعة يعني على المستوى الهيومنبينا على المستوى البني آدم صعب جدا إنك حدثتك طب جميل جدا هو بيتكلم في حاجات محددة إنه المواصلات فيها صعوبة والسكن في صعوبة أنتوا عملتوا يا علشان تحلوا هاتين المشكلتين السكن يا فندم احنا وفرنا لهم الشواء اللي حدثتك على الطهر في التقرير بتاعك ده عندنا نهارده ألف وتمانية شقة الشقة خمسة وتسعين متر زي ما هلتكده شايف على مستوى عالي جدا من التشطيب السيستم اللي هو ماشي دلوقتي فيه الإسكان الاجتماعي الراقي المحترم اللي بتوزع على الناس حددنا لكل مصنع عدد من الشواء اللي تناسب العمالة وحطينا في العقود اللي هيمضيها كل واحد صاحب مصنع شروط أساسية ان هذه الشقة ما يسكنهاش غير العمالة اللي بتشتغل في المصنع بتاعه يعني حتى لو لأي ظرف من الظروف انتقل ملكية المصنع من شخص لآخر بتنتقل برضو الشقة لصاحب المصنع الجديد دي حاجة الحاجة التانية ان الامارات دي على بعد 750 متر فقط من موقع العمل 750 متر فقط من موقع العمل الحاجة التالتة ان مدينة الروبيكي فيها كل الخدمات اللي ممكن يطلبها العامل أو المجتمع اللي هايش فيه يعني في مدرسة في مستشفى في مدرسة هناك في جوه الموقع في اسعاف متكامل في نقطة شرطة في نقطة طرفي ده باش مهندس ياسر للناس اللي اريدي انتقلوا الى هذه المنطقة طيب الناس اللي هما لسه يعني بيقولك انه يعني مش ما عندناش سكن اللي هما العمال اللي هو في التقرير الاول اللي هما من الروبيكي يقولك انه بضطر ان انا اصحى الساعة خمسة الصبح عشان اخذ اللي تمسي الساعة 7 مش هيصحى خمسة الصبح لما ينقل في الشقة اللي احنا هندهله مش هيصحى بقى خمسة الصبح ده 750 او 800 متر ما بين الموقع وما بين الشقة اللي هيسكن فيها دي حاجة الحاجة التانية ان احنا بدأنا فعلا يعني حضرتك ما فتحتش موضوع النقل اللي هفتح هنا لان دي كانت اكبر شك وانا شايفها في التقرير احنا بدأنا في التشغيل باوتوبيسين واحنا تكلمنا مع رئيس هيئة النقل العام ووعد ان خلال الفترة اللي جاية حيزود عدد الاوتوبيسات بشكل كبير جدا ما هما بيضطروا انه بيضطروا اصحاب المصانع او اصحاب الورش هما بيجيبوا الاوتوبيسات او المواصلات ده صحيح فعلا انا مش هنكر ذلك ولكن احنا كبداية بدأنا بالاوتوبيسين علشان نشوف بس حجم العمالة اللي رايحها جاية ثم هتزيد بعد كده وده تم منقشته بالفعل وخدنا فيه قرار انه عدد الاوتوبيسات ان شاء الله هتزيد بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية يبقى السكن اتوفر السكن يعني شقة مقابل شقة؟ شقة في سور مجرد العلون ولا ايضا؟ لا لا يفنن لا يفنن ملاحش علاقة خالص ده احنا ورشة مقابل ورشة او مصدر؟ لا يفنن لا يفنن لا 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 دي تسهيلات زيادة عملتها الحكومة علشان تدي مزايا للناس اللي هتنقل الروبيكي بشوعة زيادة ملاحش علاقة خالص بالاوراق ولا انه عنده شقة هناك ومجرد العلون ولا اي حاجة دي حاجة اضافة زيادة لاصحاب المصانع والعمال اللي شغالين في هذه المصانع طب فيه فئة اخرى برضو يعني مرتبطة حياتهم بالظبط بالظبط احنا كلامنا كله حضرتك على المدابغية واللي شغالين في المدابغ اللي هم بيشتغلوا اللي هم صحاب عربية الكاررو بالظبط دي نقطة بقى اساسية عندنا انشطة وصناعات اخرى مرتبطة بصناعة المدابغ بشكل مباشر طيب كيف سيتم التعامل معهم دي نقطة سلبية في الموضوع عندنا زي اللي عندهم عربية كاررو بينقلهم يعني ياريت لو يبقى فيه امكانية ان اللي عنده العربية كاررو ده ندخله في المبادرة بهيس يقدر يجيب عربية نقل ينقل بيها عندنا القهاوي واحد فتح قهوة وبيعمل اكلة او بيعمل مشروبات دي برضو لازم نوجد له بديل لانه هو فتح بيوت ناس فإحنا يما حنقفلها يما حنفتحها في حتة تانية النقطة اللي حضاك قصرتها دي يا أستاذ عمري في غاية الاهمية ولازم نشوف لها حل ايه الحلول المقترحة منكم احنا اقترحنا الموضوع ده مع دولة رئيس الوزراء وعلشان الفئات الخدمية اللي شغالة في ال هو اغلبهم على فكرة اغلبهم هم مع عربيات الكرر وفي ان شاء الله دراسة بتتعمل دلوقتي ازاي نبتدي نعوضهم او نساعدهم عملتوا حصر مثلا هنكمل حددهم بدأ هنعمل حصر ان شاء الله قريب جدا لان احنا بعد ما نجحنا الحمد لله ان احنا ننقل كل مدابق مجرى العيون بدأنا نبص دلوقتي على الفئات الاخرى اللي هي شغالة زي ما محمد بيه اشاء وان شاء الله قريب جدا هيصدر قرار بتعاوضهم بشكل مناسب اما عن طريق ان احنا نجيب لهم عربيات صغيرة بقروض ميسرة مش هننقل بقى طبعا العربيات كرروا هناك لا 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 فمش هنقل فان شاء الله ده نقطة لها بعض اجتماعي مهم جدا يعني حتى لو هتشترك كذا وزارة مش بس وزارة الصناعة في عظم موضوع يريت انما النقطة دي حلها من الحاجات المهمة اوية قدامنا من العقبات اللي لازم نحلها ايضا فيه يعني عدد انا نتقلل انه خمسين شخص اللي هم مش اصحاب مدابق ولكن مستأجرين من المدابق ما عندهمش بس يعني لأوراق اكتر من كده مكير دول كيف ستم التعامل معهم احنا حلينا الموضوع ده في مجلس النواب في جلسة الصناعة حلينا الجزء الواضح منه اه انا بس احب اقول لحضرتك ان اللي تنطبق عليهم الشروط اللي مجلس النواب عليها لا يزيدوا عن 18 حالة ودول حصرناهم لانهم حوالي 10 تلاف متر وان شاء الله باذن الله حنوجد لهم اماكن بس برضو انا عشان اكون صريح مع حضرتك ومش اللي انا قلته بقى في المجلس ان احنا انا ما قلتش ان هما مش هنعوضهم خالص انا كل اللي قلته ان اكيد مش هنعوضهم زي اصحاب الملك اتفق مع سيادتك ها لان دول قعدوا سنين طويلة جدا بيأجاروا 8 جنيه في هندم و6 جنيه وهم بيشتغلوا ويكسبوا بس هم منشوف لهم حافظوا بيشتغلش وما بيكسبش فبرضو العدل كويس زائد ان الدولة تحملت اكتر من 3 مليار جنيه لحد النهاردة في مشروع ربيكي الرئيس الوزراء بيقول او وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل بيقول انه ربيكي مش هتكون مجرد مدينة ولكن مدينة صناعية متكاملة يعني ايه اصده لا اصده واضح وكواسي نحلتك عصرت النقطة دي علشان برضو نوضح للناس ان المرحلة الاولى دي هي المرحلة السريعة اللي احنا انتهنا منها علشان ننقل مجرى اليون انما في مرحلة تانية والمرحلة التالت المرحلة التانية 165 فدان المرحلة التالتة 235 فدان انا زي ما ذكرت الحارتك ان المرحلة التانية مخصصة للاكستنشن بتاع المصانع او الناس العادة تبني مصانع اكبر شوية عشان ننطور الصناعة والصناعات التكملية اللي اساسا مش موجودة في مصر على الاطلاق يعني باذن الله في مصانع هتبقى في مصانع جيلتين صناعي وجيلتين طبي وجيلتين غذائي في دي كلها بتستخدم بتنتج من الريسايكل بتاع الجلود فيه هتبقى مصانع غيرة فيه هتبقى مصانع كيمويات اللي كل الحاجات دي كنا بنستوردها من بره ان شاء الله هننجح ان احنا طيب في المرحلة التالتة وهو دي الاهم بقى اللي احنا هنشتغل فيها على قول ان احنا ان شاء الله تبقى نعمل قيمة مضافة كبيرة جدا ونمنع تصدير الجلد بقى خالص ونعمل المنتج النهائي من احزية وشنط وحاجات زي كده لان الجلد المصري الجودة بتاعته بتحوالي من الرقم سبعة او تمانية في العالم طيب انا معاهد دلوقتي مدخلة من السيد سمير الفاو صاحب مدبغة بصور مجرى العيون سيد سمير مساء الخير مساء الخير سلام عليكم وعليكم السلامة وبركاتو اه 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 السيدة الضيوب عند حضرتك محمد بير عقاد بناء بالخدمات وبحاية الاستاذ جاسر المغرب المصريب معاد الوزياء اهلا بيك اه عند حضرتك حضرتك من اصحاب المدابغ مش كده من اصحاب المدابغ وعاد وثابق في غرفة جبارة جرودة فانديم جميل وكلنا احنا تكلمنا في موضوع نقل المدابغ من 2006 معوضات الصناعة ايام رشيد محمد رشيد تمام فاحنا الموضوع المشروع ده كانواقب وبنشكر الفخامة الرئيس عفتاح السيفي على ان طلع المشروع من الظلمة للنور ده حقيقة وده شروع متكامل ومشروع عاية ومشروع جنيس جدا جدا اه انما احنا تعليقين يعني صوارين بلدك ومشرفنا ياسر دي المغربي بنشرف به ودكتور محمد العقاب احنا بس بنتكلم في جديدين تفضل بلدقية الاولى احنا راحين مبابر الروبيكي للتطوير تمام مش رايحين للن احنا راحين للتطوير يعني راحين النهاردة المدلغة اللي قاعد تلتمية متر حيطور نفسه حيجيب ما يتكلمك جدا حيجيب وحيجيب المفروض انا اروح مثلا تلتمية متر بسيوعي اخذهم تلتمية متر وقسح حق التلتمية متر التانيين مقلوش دملة بلاش يعني انا لها تلتمية متر دملة تلتمية وقسح حق التلتمية لكن النهاردة بقولك لا انا ما اقدرش اتجيب فوق تلتمية متر متر زيادة عما قال لي بصدق بعد الزملاء مع احترام الحضاراتهم كلهم خذوا الات الامطار وطبعا احنا بنقول رايس هل لهم الله يبرك لهم لكن احنا بنقول صغار المنتجين لازم نحافظ عليهم عشان دولة صاروة قومية احنا الغاط النهاردة يا فنجل ستين في المية بصور مجرى العيون موجودين ما تنقلوش كان في المية احنا نقام سبعين في المية أو ثمانيين في المية الكلام دوت مصح كان في المية يا حج سمير احنا موجودين بصور مجرى العيون ودلوقتي على بالقامرات تصور وتشوف ان الناس قاعدة بتمسج ستين في المية ستين في المية مابين تعوضات ومابين نق هما دولة اللي اتنقلوا التعوض اللي خاد تعوضوا مشي واللي خاد مدارك في الروبيتي خاد دولة الممشودة 40% والستين في المية مربوضين بصور مجرى العيون طبعا لو سمحتلي لو سمحتلي وطوا الصوت يا جماعة عشان لو سمحتلي عايزوا يسمعني يا جماعة طيب يا يا استوى سمير بس انت انت تكلمت في جوزيات كتيرة لو سمحتلي تكلمت في جوزيات عشان بس الوقت خليك معايا المهندس ياسر لا ما انا انا ديت لك فرصة بس يعني انت بتقول يعني نقاط عديدة فخليها واحدة واحدة علشان المهندس ياسر يرد عليها واحدة واحدة تفضل يا باش منس باش منس نعم هو بيقول 40 في 100 بس انا افتكرته لسا الاول عادي اوضح شيء مهم جدا كيفية النقل بتيجي التمت ازاي في قرار السيد رئيس المجلس في الوزراء وضعه بأليات دراسة الملفات المقدمة علشان نحدد لكل واحد مساحة وقد ايه ثم صدر قرار من السيد رئيس بسيد ودير التجارة والصناعة ووزير الحكم المحلي او التنمية المحلية بانشاء لجنة مكونة من اكتر من 30 فرد بتمثل حقيقة تنمية الصناعية بتمثل محافظة القاهرة بتمثل غرفة دبخة الجلود بتمثل حي مصر القديمة بتمثل الجهاز التنفيذي للمشروعات تبقى وزارة التجارة والصناعة مجموعة عمل كبيرة جدا فيهم محامين ومستشارين على قدر كبير جدا من العلم والكفاءة بيمسكوا ملف ملف بيدرس كل واحد مساحته قد ايه بالزبط بناء على الكريتيريا اللي حطها معالي او دولة رئيس الوزر دي نقطة مهمة جدا لازم يعني تبقى واضحة طب معلش بس يعني أنا أنا مستوعب دا كله والله بس مسألة انه يعني الحج سامير بيقول انه أربعين في المئة بس اللي انتقلوا إلى الأوروبيكي يا فندم الأرقام هي الحاجة الرحيدة اللي ما بتجذبش يعني الملفات اللي عندنا كلها اللي هي الالف ستة وستين ملف تم الانتهاء منهم بالكامل من كامل 1066 من كامل هم كلهم مالك مالك طيب طب خلوني أسأل الحاج سامير لو لسه معايا حاج سامير حضرتك مالك ولا مستأجر ولا أنا مالك يا فندم مالك أنا مالك يا فندم انت من ضمن الالف ستة وستين اللي نقلوا للروبيكي يا فندم والله أتفضل ما 지금까지 مالكام اللي راح الرضيكي بقول لحزرتك لا لا كام الاتاربان في المية بتاعتك ينا حوالي Adding اللي راح يا فندم اللي راح يا فندم اللي راح اسم حزرتك يا فندم تفضل تتجاوز عن سبعين تمانين متبر سبعين تمانين متبر يعني حتى مش مية لا طيب احنا رحنا الروبيكي وروحنا مجرى العيون احنا رحنا الروبيكي وروحنا مجرى العيون لا انا ما عدتش انا معايا مسئول انا معايا مسئول ومستشار الوزير هو اللي يقول لي بص يا فندم شكرا يا فندم خليك معايا بس مشي ولايه طيب يقولك تمانين بص يا فندم هو بس عشان هو ما بيبقاش شايف الصورة كلها احنا بنشكره طبعا على اللي يقوله وبيوضحه وبالعكس انا مفصول معايا معايا لا لسه معايا انا مفصول ان هو بيقوله علشان ارد عليه اه بس فرق كبير من اللي يقوله الحاج ساميره اللي حضرتك بتقوله حضرتك بتقول 1066 ملف راحه الحاج ساميره بيقول 80 او 60 عمال اللجنة انتهت بالفعل واتبحث 1066 وانتهت عمال اللجنة بالكامل لجميع ملفات مجرى العيون طب ايه الارقام اللي هو بيقولها دي الارقام اللي هو بيقولها دي هو مش اخد باله من حاجة أسية كبيرة ان ال 1066 دول مش كلهم طلبوا ان هما ينقلوا الروبيكي في بعض جزء كبير منهم اكتر من 350 400 واحد طلبوا تعويض مالي اه ويعملوا مشروعات تانية ويعملوا مشروعات تانية يبقى احنا بنتكلم على اكتر من 50% طلبوا تعويض مالي والتعويض المالي جايد جدا عملته منهم الدولة فاتفضلوا طبعا ان هو ياخدوا المبلغ وما يكملش وفيه 50% تانيين انا يعني يعني عذرني طبعا الارقام مش مش مظبوطة عاوي انما يعني تعريبا حاجة زي كده طلبوا النقل جميع اللي طلبوا النقل اتسكنوا بالكامل في المرحلة الاولى حضرك ما عندكش رقم محدد او رقم جميعهم يعني حوالي 386 387 حاجة زي كده مش 80 ومش 60 ما انا حقول هاوصل لل 80 اللي هو بيقول عليهم دول اللي نقلوا بالفعل 80 واحد زي ما هو بيقول طيب الراجل يعني ما مكدبش لا يا فندم ده انا بشكره انا بشكره انما الباقي فين الباقي يا فندم ما بين واحد لسه بنقل مكنه وفي تجاره بالتشغيل ده جزئية في ناس تانية بيقدموا رسومات بتاعت المكن بتاعتهم لسه ما قدموهاش في قدمونا الرسومات وبنعمل لهم الاواعد الخرصانية والكهرباء والحاجات دي علشان انهم لهم الحاجات المكن اللي هم عاديينه بالبقاء يعني اللي نقل بالفعل هم حاجة وتمانين مصنع شغالين تمام انما الباقي في طريقه الى النقل النقل طيب اسمع تعليق من الحج سمير يا جماعة حج سمير معنا اه معك يا فندم اتفضل يعني سمعت المهندس سياسر والله المهندس سياسر المغربي اولا انا يعني راجل بدي له كل الاحترام وراجل محترم لكن انا بتكلم ايه فندم هو دلوقتي قالك ان تعلم فيه تمانين مجموعة اتنقله تمام والباقي طبعا تحت اللي قدم رسوماته وقدم عدته لكن يا فندم بعد قدم حضرتك في المهاردة ناس قلبت مدابر مصر القديمة خده بطء خد تعويد ومشي وبطء خد مدابر وراحل روبيكي تمام البطء اللي خد التعويد ومشي والبطء اللي خد المدابر وراحل روبيكي دول بيمثله اربعين في المية اما ستين في المية ما زالوا موجودين ليه طيب على ارض بجر العيون ليه لسه موجودين مدين مستأجرين وملات صغيرين ها دينه واصحاب مصانع غيرة وزلدينة واصحاب محلات كيميائيات واصحاب مخازم وحتى الخدمات اللي هي الصيامة والآهاب والكافاتيات والحاجات تمام تمام يمكن كلام الحاج سمير يتطابق مع كلامك دكتور وانا بمثله ها تأكيد وانا معاهم طول الوقت ووجهة نظر تحترم الحقيقة وفي نقطة مهمة انا عايزة سيرها واتمنى ان ياسر بي اخدها فرحة حاضر سيادتك بتقول ان المستأجر اللي ما تنطبقش عليه الشروط احنا حندرس حالته وحننقله برضو تبقى لتعليمات دولة رئيس الوزراء ان ما فيش حد شغال في الصناعة مش حينقل جميل انا النهاردة مستأجر او خمس مستأجرين شغالين في المدبغة واحدة في مالك بيمتلك المالك ده النهاردة حياخد تعويض فلوس ويمشي هتديله الشيك ويمشي وتهد المدبغة النهاردة احنا خمس تنفر شغالين مستأجرين مصير ده ايه ما تهدش المدبغة اللي انا باكل منها اعيش اذا لما تحللي المشكلة وتقول للدراسة انتهت الى ايه يا امت تستعجل في الدراسة يا امت اجل هدم المدبغة اللي باكل منها اعيش ما فيش ولا مدبغة تهدد النهاردة جواها مستأجر ودي من ضمن الاسباب ده انا اخذ وعد من سيادتك بالموضوع ده لا انا حضرتك واتخدش مني وعد انا بقول لحضرتك الحالة اللي موجودة دلوقتي ما فيش ولا مدبغة في مجرى العيون اتهدد جواها مستأجر ودي عملالنا مشكلة احنا طلبنا التأجيل واتفقنا على تأجيل شهر يا فندم ايو يا فندم ما هو في الشهر ده حتكون الدراسة خلصت الدراسة حتكون خلصت وان شاء الله ويكون النقل واضح انما لما المستأجر ما يوافقش احنا انا قلت لحضرتك ان الدراسة انتهت وتقدم من غرفة دباغة الجلود جواب رسمي ان عدد المستأجرين اللي تنطبق عليهم الشروط انا مش فاكر 16 او 18 بساحة هم 10 او 3 متر وانا ملزم ان انا وكر لهم ال 10 او 3 متر دي بشروط ليست مثل شروط الملاك واضح كده؟ واضح ودي نقطة احنا بنشكر حضرتك عليها بس كمان احنا عايزين اي حد بيأكل عيش من الصنعة دي ينقله يا اما هو لو مش عايز انقل هو حر بس الناس اللي عايزة تنقل وتاكل عيش حضرتك تأمن لهم ان هم يفضلوا شغالين في نفس صنعتهم سواء هنا او هنا ما يجيش عليهم وقت ان ما تبغى تهدت ومازل رزقهم يوقف وهم لسه قدامهم على ما ينقلوا او على ما تتضح الصورة بالنسبة ليهم فترة من الوقت لا يا فنم مجرى العيون لابد انها تبدأ الازالة فورا ده علشان خاطر المجتمع اللي عايز موافقك موافقك حليني بقى المشكلة دي فورا برضو لناس بتاكل عيش وفتحة بيطحة ممكن يكون عددهم قليل ممكن يكونوا ناس غلابة ممكن يكون صوتهم مش واصل بس احنا برضو عايزين نحل مشكلتهم مش واصل ازاي ده كان حلقتك في مجلس النواب استدعيبني ونقشنا هذا الموضوع واتفعنا على طريقة الحل طريقة الحل للتمنتاشر واحد انما بالنسبة للناس دي نتمنى بفي حل فوري ان شاء الله انا بشكركم شكرا جزيلا يعني هذه المشكلة عمرها سنين يعني تقريبا حوالي امرها سنين احنا النهاردة وصلنا اه امرها سنين ولكن واضح انه فيه بدأت يعني تتحلحة ايوه يا فندم وما زلت بقول موجود دبارة عمل من ياسر بيوة ومن كل الناس اللي شغالة في اللجنة وواضح برضو ومن محافظة القاهرة ومن محمد بن شيك واضح انه لسه بعض الفئات داخل وصور مجرى العيون يعني مش قادرة تاخد حقها في هذا التغيير للشامل وهذا التغيير يعني هي خطوة يعني تغيير حياة تغيير حياة فلابد يعني من مراعاة كل هؤلاء وطبعا احنا نشكر الأستاذ سمير الفاو احد اصحاب المدابغ نشكر مهندس سياسة المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة سياسة الناب الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة وتأكيد كلنا عودة الى هذا الموضوع لاننا لازم نتابع هذه القضية التي يعني هي عمرها من عمر حتى يعني ناس كتيرة تولدت وعاشت وماتت في هذه المنطقة شكرا جزيلا لحضراتكم بعد الفاصل ما اسباب المراوغة الروسية في عودة الحالات الطيران المباشرة الى مصر لماذا تصدر الكثير من التصريحات حول موعد العودة لكن لا تنففت بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر